مرحبا معكم لارعنا التاوي من منصة مناهج الأردن صوت وصورة اليوم يصف خامس رح نتابع معنا تكملة الوحدة السابعة أجهزة جسم الإنسان جسم الإنسان بتكون من أجهزة هذه الأجهزة اليوم رح نتعرف عليهم أول إشي اليوم درسنا رح نتعرف على الجهاز الهضمي والجهاز البولي كبداية أنا عندي جسم الإنسان رح يتكون من عدة أجهزة أول شي بدي أعرف شو هي الأجهزة نعددهم ونحفظهم كبداية أنا عندي جهاز الهضمي بعدين عندي أنا جهاز الدوران عندي جهاز التنفسي عندي جهاز الدعامة والحركة وعندي جهاز الإخراج جسم الإنسان يتكون من عدة أجهزة أول إشي رح نيجي ناخده هون أنا عندي جهاز الهضمي كبداية بدي أتعرف إيش معنى الجهاز الهضمي أنا عم بحكي عن جهاز الهضمي جهاز هضمي إذن رح يقوم بعملية شو؟ بعملية الهضم طيب قبل ما أعرف معنى جهاز الهضمي بدي أعرف معنى الهضم لو أجد سألتك إيش معنى الهضم؟ إحنا بحياتنا لما نجي نأكل مش دائما بنحكي يلا مش هنهضم الطعام إيش معناها؟ معناها أنا بدي أحول أجزاء الأكل إلى أجزاء أصغر منها يمكن استفادة الجسم منها يعني أنا عندي وجبة هذه الوجبة متكاملة بكون حجمها أكبر من الحجم اللي ممكن يقدر يستوعبه الفم والمريء والمعدة فإذن بحكي لي أنا في عندي عملية هضم هذه عملية الهضم رح تضغر لي أجزاء الطعام إلى أجزاء أصغر منها هيك بيخلي لي جسم الإنسان يستفيد منها فهمنا إيش معنى الهضم؟ هلأ بدنا نستوعب معنى الجهاز الهضمي الجهاز الهضمي هو جهاز موجود في جسم الإنسان أول إشي بدي أعرف بما أنه أنا عندي جهاز هضمي إذن بدي يساعدني على الأكل ما أنه أنا عندي أكل فإذن شو بديه؟ بدي يهضم الطعام بعد ما يهضم الطعام أنا جسمي لازم يستفيد من الطعام اللي أنا هضمته إذن هلأ بدنا نتعرف على معنى الجهاز الهضمي الجهاز الهضمي هو عبارة عن قناة طويلة متعرجة أول إشي بدي أعرف أنه هذا الجهاز الهضمي بتكون كمان من أجزاء أولها الفم وتنتهي بفتعة الشرج وهو مسؤول عن هضم الأغذية إذ يحول جزيئات الغذاء المعقدة والكبيرة إلى جزيئات أصغر قابلة لإمتصاص نوقف عن تعريف الجهاز الهضمي الجهاز الهضمي هو قناة طويلة متعرجة قناة طويلة متعرجة رح تبدأ بالفم وتنتهي بفتحة الشرج وهو مسؤول عن هضم الأغذية إذ يحول جزيئات الطعام الكبيرة واللي بتكون شوي معقدة إلى جزيئات أصغر منها يمكن للجسم الإنسان إمتصاصها والاستفادة منها رح نشوف شكل الجهاز الهضمي نتابع مع بعض أول إشي أنا عندي الجهاز الهضمي هون أوكي في عندي أجزاء مكونة للجهاز الهضمي أولها الفم شايفين وين الفم؟ أوكي إذن ببدأ الجهاز الهضمي بشو؟ بالفم بعدين عندي البلعوم والمريء ومن ثم المعدة طبعا كل واحد محطوط عليه سهم بدنا نركز وين موقعهم أولا عندي الفم ثانيا عندي البلعوم بعدين ملعوم إيش عندي؟ عندي المريء بعدين عندي المعدة وبعدين المعدة شو؟ الكبد والأمعاء الغليظة والأمعاء الضقيقة وفتحة الشرج الأجزاء المكونة للجهاز الهضمي حفظ بس كيف بدنا نحفظهم؟ لازم نتذكر مواقعهم ونعرف وظيفة كل منهم لحتى شو نقدر نميزهم تمام؟ هلأ أنا شو عملت يا مس؟ أول إشي حكيت أنه جسم الإنسان بيتكون من عدة أجهزة عددتهم بشو بلشت؟ بلشت بالجهاز الهضمي حكيت أنا عندي جهاز هضمي بما أنه عندي جهاز هضمي بدي أفهم تعريفه بدي أعرف من شو بيتكون وبعد ما عرف من شو بدي يتكون بدي أعرف وظيفة كل إشي منه بداية تعريف الجهاز الهضمي شو هو؟ هو قناة طويلة متعرجة تبدأ بالفم مسؤول عن هضم الأغذية إذ يحول جزيئات الغذاء المعقدة والكبيرة إلى جزيئات أصغر منها يمكن للإنسان استفادة منها وامتصاصها عرفت معنا الهضم لحتى أفهم شو هو جهاز الهضمي وعلى شو بيساعدني حكيت أنه أنا عندي أجزاء مكونة للجهاز الهضمي عندي أولا الفم ثانيا البلعوم بعدين حكيت عندي مريء عندي معده عندي كبد عندي أمعاء غليظة وأمعاء دقيقة وعندي فتحة الشرج هلا أنا حكيت الجهاز الهضمي رح يبلش بشو بالفم إذن تبدأ عملية الهضم حسب الرسمة من وين؟ تبدأ من الفم يعني أنا أول إشي لما بدي أكون عندي وجبة بدي أبلش أكل شو بتبلش؟ بتبلش بالفم هلا يمس الفم بتكون من أجزاء صح؟ أول جزء عندي الأسنان الأسنان إلها فائدة بعملية الهضم وفيه عندي اللعاب وفيه عندي اللسان هدولة ثلاث أجزاء وين موجودين؟ بالفم فلما يجي يسألني من أين تبدأ عملية الهضم برح تحكي لي وين؟ بالفم بيبلش لأول إشي لما بنا نيجي نهضم بدنا نبلش عملية الهضم إذن بدها تبلش بدي أبلش أكل صح؟ بلشنا خطينا أول لقمة طيب هلا أول إشي رح يتبلش عندي شو؟ الأسنان إيجي حكالي إنو أنا عندي الأسنان اللي هاو وظيفة هلا إحنا لما نيجي نحط اللقمة بتبنى إيش وظيفة الأسنان؟ رح تحكي لي تقطيع الطعام صح؟ إحنا منقطع الطعام بتبنى بأسناننا طيب ها إذن أول إشي بلشنا بالأسنان تقطيع الطعام اثنين أنا عندي اللعاب اللعاب الوظيفته ترطيب الطعام حتى يسهل ابتلاعه عندي اللسان تقليب الطعام ومسجر إذا عندي أول ثلاث أجزاء موجودين هون شو هم؟ أسنان لعاب لسان هدو لين موجودين؟ بالفم فإذا سألتك من أين تبدأ عملية الهضم شو هتجاوبني؟ هتحكي لي بالفم الفم بتكون من أجزاء شو هم يا ميس؟ عندي أسنان لعاب لسان الأسنان لتقطيع الطعام اللعاب ترطيب الطعام حتى يسهل ابتلاعه واللسان تقليب الطعام ومسجر طيب هدول الأشياء احنا منعرفهم موجودين وين بالفم إذا في عندي جزء تاني إلو كمان وظيفة لما إيش حكينا بعد الفم؟ حكينا في عندي بلعوم هذا البلعوم بتدفع الطعام باتجاه المريء إذا بلش لي أول إش بالفم بعد الفم شو عندي؟ عندي بلعوم هذا البلعوم بتدفع الطعام نحو شو؟ نحو المريء وصل الطعام عند المريء إيش هيعمل المريء؟ المريء رح يدفع الطعام باتجاه المعدل إذا أنا حكيت إن الجهاز الهضمي هو عبارة عن شو يمس هو قناة طويلة متعرجة رح تبلش بالفم بما إنه بلشت بالفم إذا أنا في لسه عندي مسار رح تمشي فيه شو هو المسار بتكون؟ من بلعوم ومريء أول إش حكيلي إنه أنا عندي الفم الفم بتكون من أجزاء شو هم أسنان لعاب لسان بعدين حكيلي إنه في عندي بلعوم بس ينزل الطعام من الفم ورح يوصل رح يجع عندي البلعوم بلعوم أش دو يعمل؟ يجع عندي الأكل يالله أنا وصلت أش دك تعمل؟ بدو يدفع الطعام نحو المريء بوصل الطعام نحو المريء ايش المريء هلا بدو يعمل بدو يرجع يدفع الطعام باتجاه شو المعدة وصل الطعام للمعدة احنا هون منحس شو بالشبع لما يوصل الطعام للمعدة هون رح يبلش شو رح يتبلش عندي عملية لحتى تهضم الطعام اذا انا بوصل عندي الاكل عند المعدة اول اشي شو رح تعمل رح تطحن الطعام جيدا اذا اول اشي المعدة وصل عندها الاكل شو بده تعمل بده تطحن الطعام بعد ما تطحنه رح تمزج الطعام بمواد رح تساعد على هضمه نشوف شكل المعدة هلا انا عندي معده هذا جزئية المعدة شو بده تعمل اول اشي وصل عندي الطعام رح تطحن الطعام جيدا ورح تمزج الطعام بمواد رح تساعدها على عملية الهضم اذا نعيد من اول وجديد بلشنا من وين بلشنا من الفم الفم بتكون من اجزاء حكالي الاجزاء وحكالي عكل واحد عشو بيساعد ايجي حكالي انه الفم دفع الطعام لوين لعندي البلعوم البلعوم بده يضل واقف فيه الاكل الان لا والله رح نزله لوين رح نزله للمريق المريق شو عمل رجع نزله لوين للمعدة وصل عند المعدة حكات المعدة لا والله ما انا منزلته عند حدا بدي استفيد منه ايجاد شو عملات طحنة الطعام جيدا ساحطت مواد في هذا الطعام رح تساعده على عملية الهضم في عندي حكيت جزئين في عندي امعاء غليظة وعندي امعاء دقيقة صح هلا كمان انا عندي الامعاء الدقيقة والامعاء الغليظة رح يساعدوا فيه عملية الهضم الامعاء الدقيقة رح تستكمل عملية الهضم طيب بعد ما استكملوا عملية الهضم وطحنوا الطعام وزبطوا وزغروا الى ازداء صغيرة يمكن للانسان الاستفادة منها في عندي الامعاء الغليظة الامعاء الغليظة شو رح تعمل رح تمتص الاملاح المعدنية والماء والفيتيمينات ولكن أنا عندي ملاحظة الأمعاء الغليظة ما رح تهضم الأكل شو رح تعمل؟ رح تمتص الماء والأملاح المادنية والفيتامينات هي ماء لها دخل بعملية الهضم تمام؟ بس بتساعد الجسم للاستفادة منه لما اجيت قلت له شو هدف الجهاز الهضمي بالجسم؟ ايش هدفه؟ انه هو رح يخلي جسم الانسان يستمد بالطاقة يعني نعم بيستمد الطاقة كيف؟ بيجيب الطعام بيخلي هذا الطعام الانسان يقدر يستفيد منه اذا الجهاز الهضمي سهل وحلو بس شو بدنا نستوعبه؟ نعيد ايش حكينا؟ بدي اعيد من لما اجيت حكيت انه شو هو اجزاء الجهاز الهضمي وشو وظيفة كل منه؟ حكيت اول اشي ببلش يمس من شو؟ من الفم تبدأ عملية الهضم من شو؟ من الفم حكيلي انا عندي الفم، عندي اسنان، عندي لعاب، عندي اللسان هدولة ثلاث اجزاء وين موجودين يا ميس؟ بالفم اذا اول اشي حكيلي الاسنان تقطيع الطعام حكيلي اللعاب رح يرطب الطعام حتى يسهل ابتلاعه رطبنا الطعام حتى سهل ابتلاعه وشو وصلنا؟ وصلنا انه فيه عندي جزئية اللسان لسان شو رح يقلب الطعام ورح يمزجه نزل هاد الفم بدي تضل الاكل موجود بالفم ما بيزبط اجا نزله لوين؟ للبلعوم البلعوم دفعه رجع لمين؟ للمريء المريء دفعه لوين؟ للمعدة المعدة قالت مش هدفعه لمكان بدي استفيد منه وصل الاكل او الطعام عند وين؟ عند المعدة اجا اتطحنت الطعام جيدا وشو كمان؟ ومزجة الطعام بمواد رح تساعده على الهضم بعدين انا حكيت انه داهل عندي اشيين شو همه؟ حكالي انه انا عندي امعاء دقيقة وعندي امعاء غليظة الامعاء الدقيقة استكمال عملية الهضم الامعاء الغليظة امتصاص الماء والاملاح المعدنية والفيتامينات وعندي الامعاء الغليظة ماء الها داخل بعملية الهضم يعني ما هضمت اشي شو اخر اشي هضم بالجهاز الهضمي؟ ايش؟ هو الامعاء الدقيقة اذا اول اشي بلشت عملية الهضم من وين؟ من الفم انتهت انتهت عملية الهضم في الامعاء الدقيقة اللي ساعد على امتصاص الماء والاملاح المعدنية والفيتامينات بعد ما استكملنا عملية الهضم هي الامعاء الغليظة وهلأ بدنا انكمل الدرس لما وصلنا عن جهاز الاخراج كبداية يمس بدي اعرف انه جهاز الاخراج في عندي بتكون من جهازين عندي جهاز بولي وفي عندي جهاز جلدي ايش معنى جهاز البولي؟ هو احد اجهزة الاخراج يساعد على تخلص الجسم من الاملاح الزائدة والماء تمام فاذا اول اشي بدنا نعرف ايش معنى جهاز البولي هو احد اجهزة الاخراج شو رح يساعد؟ رح يساعد الجسم على التخلص من الماء والاملاح الزائدة عن حاجة الجسم شو بدها تطردها برر الجسم؟ اذا انا بيجي بيحكي لي جهاز بولي اذا انا في عندي ماء واملاح زائدة بالجسم لازم الجسم يتخلص منها حتى يتحافظ على توازن الجسم شو عندي؟ عندي جهاز البولي هو احد اجهزة الاخراج يساعد على تخلص الجسم من الماء والاملاح الزائدة يتكون الجهاز البولي من اول اشي عندي الكريتان اثنين الحاربان والمثانا والقناة البولية والفتحة البولية هلا اول اشي خلينا نتابع الصورة كبداية المسار الذي يستكه البول لازم نعرف من وين ببلش ولا وين بينتحي اول اشي هاي كمان تعتبر من اجزاء الجهاز البولي اولا انا عندي الكليتان هلا اول اشي بدي اعرف ان الجهاز البولي موجود خلف الظهر فاذا اول اشي بدي احكي انه الكلية لتنقية الدم من الفضلات بعدين بيمشي من الكلية الى الحالب وبعد الحالب بيمشي لعندي المثانا ومن المثانا للقناة البولية ومن القناة البولية للفتحة البولية هلا انا يا مست حكيت انه انا عندي جهاز الاخراج جهازين حكيت الجهاز البولي وعرفت أجزاؤه من شو بيتكون وعندي الجهاز الجلدي بما أنه عم بيحكي لي عن جهاز الجلدي فإذا شو المكون الأساسي أنا رح أجي أحكيه هو الجلد فإذا أنا حتى عندي الجلد بيساعدني على تخلص من فضلات الجسم كيف؟ هلأ رح نتعرف هلأ أول إشي أنا عندي الجلد له وظائف حدة كبداية عندي الوظائف مطلوبة إيش وظائف الجلد؟ أول إشي يغطي أعضاء الجسم إثنين حماية أعضاء الجسم ثلاثة التخلص من الفضلات السائلة مثل الماء والأملاح عن طريق التعرق وتنظيم درجة حرارة الجسم أنا عندي جهاز الجلدي الجهاز الجلدي في عندي الجلد الجلد له فوائد وإله عدة وظائف في جسم الإنسان كبداية يغطي جسم الإنسان إثنين بيحمي كمان شو أعضاء الجسم بيحمي أعضاء الجسم التخلص من الفضلات العرق بدي أعرفه شو هو بيحكيلي يفرز العرق من وين من الغدد العرقية ويخرج على سطح الجسم عن طريق المسامات إذن من وين بينفرز العرق من الغدد العرقية وهيك طلابي حبايبي بكون هات الدرس الدرس سهل وبسيط وكمان منقدر نحفظه ونفهمه بسرعة كنت معاكو لارا عنبتاوي من منصة مناهج الأردن صوت وصورة